وبدون شك أنه يأتي مع عروض لا بد تجلب انتباه للناس اللي بدها تسافر إن شاء الله ولكن فيه تخفيضات تخفيضات تقدر تلحق ما بين 50 و 60% وهذا يتعامل مع عملية الطلب والعرض ولكن تسعيرات بالنسبة من الجزائر للخارج رأي مفعول ورأي سارية للمفعولتها وفي ذات ياسياق أعلن المدير وتجاري للخطوط الجوية الجزائرية عن وجود مخطط جديد لتطوير الشركة على مدار خمس سنوات يتمثل في فتح خطوط جديدة وكذلك اقتناء 16 طائرة جديدة في سنة 2014 كمال جفال ثانية هو المخطط للخطوط الجوية الجزائرية هو الديفلوم هو يكون على أساس أنه بدينا في برنامج هو البرنامج تعله الديفلومات للاكمباني من دين في سور سين كون وهذا البرنامج هذا مخطط فيه أنه نفتح طرق جديدة في الصيف الجاي إن شاء الله يكون الطرق جديدة منها فيينا ومنها ليسبون إن شاء الله هو كين برنامج لكي الخطوط الجوية الجزائرية تعمل اقتناء تاعة طائرات هو برنامج يخص حوالي 16 طائرات وطائرات هادو ما كين 150 مقعد وأيضا حوالي 70 مقعد أيضا طائرات هذه الطائرات الآن رأنا في حالة في عملنا الأساس عملنا كل الأشياء اللي لابد تتعملوا إن شاء الله ما بين 2014 إن شاء الله وتروح ولكن بالتدقيق ما نقدر نقول لك كيف راح يتعمل لأن الأمور راهي سريعة ومن قطاعي النقل إلى صناعة تقليدية التي تعد أحد أهم القطاعات التي يعول عليها للانفتاح الثقافية على العالم وتنمية صادراتها غير النفطية بالسلاع السياحية لكن في الجزائر أصبحت العديد من الحرف اليدوية مهددة أكثر من أي وقت مضى بالزوال وهذا لعوامل عديدة نرى هذه العوامل في تقرير ياسم بواسي خوف وقلق عارم في أوساط الحرفيين الجزائريين على خلفية تراجع الإقبال على منتجاتهم اليدوية ما يراهن صمود هذه الحرف التي تستوعب الألاف ممن ينشطون ضمن 15 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ما قد يتسبب في نزيف كبير من طرف العمال لهذا القطاع والتوجه إلى أعمال أخرى هذه الحرفة بقية تروح أن هذا الركميش مهتم بها ما لها نطلب على تسويقها ونطلب على دعمها ونطلب على الاعتناب بهذا الشيء أنه وراها قايدة يروح نحب أن يعاوننا نأسوا مؤسسات خاصة بملك خاص يعني بعانا مادية ودعم المعنوي بالدرجة الأولى يعني يلعب بزاف دور في حيات الحرفي ركدت ركدت حالما دبنا نحيوها نطلعها المعنويات نتوحها تحصينات الزربية حدنا في غرديا تقريب 70% رهي نقص الخدمة المليحة في غرديا في الزربية تغرديا فتيحة لونيس 34 سنة حرفية في مهنة المكرمي لم تمنحها إعاقتها البصرية للولوج لعالم الصناعات التقليدية أمام كل هذه العلاقيل التي تعيق تطور هذه الحرفي اليدوية ما زال قطاع الصناعات التقليدية بالجزائر يصارع من أجل البقاء ما يستدعي الدعم والاهتمام الكافي من قبل الدولة وهذا لإعطاء حركية وطنية ودولية لمختلف الحرفي اليدوية كشفت وزارة وشؤوني الخارجيان رئيس الحكومة الأسبق أحمد ويحيا قد اقترح من قبل الاتحاد الأفريقي لترأس بعثة الاتحاد الأفريقي والتي ستراقب الانتخابات والتشريعية المزمعية جرأها في موريطانيا في 23 نوفمبر الجاري وقالت وزارة والخارجي الجزائري أن الجزائر ترحب بهذا المقترح الذي قدمته رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما هذا في موضوع أخر أو إلى الرئاسيات أو النشاط الرئاسي أصدر رئيسه الجمهورية عبدالعزيز بتفليقا مرسوما رئاسيا يعين بموجبه سليمان بودي رئيسا أول للمحكمة العليا خلفا لقدور بالراجع الذي أنهيت مهامه حسب ما فد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد وأوضح هذا المصدر أن هذا التعيين جاء بناء على حكم المادة 7-78 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي 04-11 المؤرخ في 6 من سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء هذا وقد كان رئيسه الجمهورية عبدالعزيز بتفليقا قد استقبل اليوم الأحد بالجزائر العاصمة رئيسه الوزراء التونسي السابق ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي حسب مع علماء من مصدر رسمية وخلال هذا اللقاء الذي حضره الوزير والأول عبدالبالك سلال أطلع قائد السبسي رئيسه الجمهورية على المساعي الجارية لتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية في تونس من أجل تشكيل حكومة انتقالية في طار المفاوضات الجارية وكان قائد سبسي قد صرح أمس السبت بأن حزبه ليس متعطشا إلى السلطة بقدر ما يبحث عن مخرج للبلاد من الأزمة الحالية وإجاد حلول للوضع الراهنة ويعد هذا لقاء الثاني من نوعه والذي يجمع رئيس الجمهورية بقائد السبسي بعد ذلك الذي جرى يوم 11 سبتمبر من سنة الجرية كما استقبل رئيسه الجمهورية أول أمس الجمعة رئيس حزب النهضة التونسية راشد الغنوشي أثارت الحملة والتي أطلقتها التنسيقية والوطنية للجمعيات المسندة لرئيس بوتفليقة لجمع أربعة ملايين توقيع لدعم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة أثارت العديد من التساؤلات حول المغزى من إطلاق هكذا مبادرة في ظل تسريبات تحدثت عن كون الأفلان هو راعي المبادرة فيما اعتبرت العديد من الأوساط مجرد خرجة للاستهلاك الأعلامية ونحن رأنا 15 سنة ونحن في الميدان نسانده في برنامج رئيس الجمهورية ولهذا نبقى أوفيه بموقفنا هذا لنساند رئيس الجمهورية ليتقدم لأودة جديدة وعلاج قلنا جديدة لأن فيها تعديلات للدستور يمكن يخلق جو جديد في الحسابة الكياسية تباينت موقف تشكيلات سياسية المتخندقة في صفيا المعارضة إذا ترشحي لجنة المركزية للافلان لرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة أين يعتبرت عدة أحزاب معارضة أن الجزائر تتجه نحو رئاسية مغلقة مصطفى تونسية مرشح حزبنا للانتخابات الرئاسية في 2014 رئيس حزبنا فخامة الرئيس عبد الهديد مستور دعوة عمار سعداني هذه لبوتفليقة وباسم الأفلان بأنه لا منصى من كون بوتفليقة مرشح الحزب العديد ولا بديل عنه ما خلق لدى العديد من الأحزاب المعارضة التي كانت تتقل المشاركة بشكل أو بأخر في الاستحقاقات الرئاسية الربيع المقبل لغطا وأخلق أورقها السياسية استحقاق الرئاسي في الجزائر 2014 يكاد يكون مقفلا فإذا انضاف له بقاء قانون الانتخابات وهمشت الأحزاب السياسية من المراقبة الفعلية للعمل الانتخابي من خلال لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات بعيد عن هيمنة الإدارة أعتقد بأن الانتخابات الرئاسية عندئذ ستكون مجرد ديكور مجرد مسرحية تصريحة أحزاب الموالد بمساندة بوتفليقة ودعوته للترشح لعدة رابعة رأى فيها بعض الساسة أنها لم تكن وليدة اليوم وأن الأشدر هو تحييد الإدارة وإقرار هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات لا يمكن أن نتلاعب أو نجعل من اسم الجبهة التحرير الوطني اسم نتوارث به السلطة ولا تخيفنا جبهة التحرير الوطني أو حزب لا أقول حزب أو حزب الأرندي فنحن نقول علينا أن نعيد النظر وعلينا أن نجعل من الشعب صحب السيادة وصحب السلطة لتشكل خطوة الأفلان اللبنة الأولى لانطلاق الحملة الانتخابية للرئيز عبدالعزيز بوتفليقة رغم أنه لم يكشف عن نيته بعد للاستمرار في الحكم لعهدة رابعة من عدمها تزامنا وغياب مرشحين فعليين للرئاسية المقبلة بعد أن دخلت العلاقات والجزائرية المغربية في نفق مظلم إطرق تحامي مرتزق النظام المغربي لمبنى القنصلية الجزائرية العامة بالدار البيضاء أرسل رئيس عبدالعزيز بوتفليقة رسالة تهنئة للعاهل المغربي تحمل عدة رسائل مشفرة متبعة في سياق تقرير أحمد حفصي بعد أن دخلت العلاقات الجزائرية المغربية في نفق مظلم إطرق تحامي مرتزقة النظام المغربي لمبنى القنصلية الجزائرية العامة بالدار البيضاء وما تبعها من تصريحات وتصريحات مضادة بين مسؤولية البلدين وفي خطوة تكشف حنكة وتعقل صناع القرار بالجزائر هنأ الرئيس بوتفليقة في إجراء بروتوكولي عادي في الأعراف الدبلوماسية العاهل المغربي بعيد استقلال المملكة المغربية الثامنة والخمسين الخطوة الجزائرية تجاه العرش الملكي المغربي جاءت في الوقت الذي تشن فيه العديد من الأوساط واللوبيات الموالية للمغرب في واشنطن وباريس حملة شعوى ضد الجزائر ومواقفها في ملف آخر قضية تصفية استعمار بالقارة الإفريقية الرئيس بوتفليقة ومن خلال رسالته التي تحمل عدة رسائل مشفرة للعرش الملكي المغربي وبدبلوماسيته المعهودة أكد حرص الجزائر حكومة وشعبا على إقامة علاقات متوازنة مع الجارة الغربية على أساس الاحترام المتبادل وفق مبادئ حسن الجوار الاستفزازات المغربية المتكررة ومناورات الرباط في منطقة الساحل وغزو السموم المغربية للجزائر عوامل ترهن أي تطبيع في العلاقات بين الجزائر والرباط في ظل تمسك الجزائر بشروطها الثلاث لفتح الحدود والتي لا تنازل عنها في الوقت الذي بلغت مستوياته الفقر بالمملكة المغربية أرقاما مخيفة كشفت تسريبات متعلقة بثروة العهل المغربي الملك محمد السادس درجة البذخ والترف التي يعيشها بعد أن بلغت ثروته أزياد من ثلاثة ملايير دولار أحمد حفصي في الوقت الذي يئن فيه المغرب على وقع أزمة اقتصادية خانقة ألقت بذلالها على مستوى مائشة المغاربة أين يعيش أكثر من ثلاثين بالمئة منهم في فقر مطقع صنفت المجلة الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال ببلوايد ماني العاهل المغربي محمد السادس على رأس قائمة الملوك الأعلى أجرا في العالم عام 2013 مع عائدات سنوية تقدر بنحو 96 مليون أورو متجاوزا بذلك بقية ملوك العالم الذين تعرضت ثرواتهم للتراجع بسبب تدائيات الأزمة الاقتصادية العالمية العاهل المغربي محمد السادس الذي اعتلى عرش المملكة المغربية سنة 1999 صنف كأكثر الملوك الذين يعيشون حياة البذخ والطرف وقد بلغت ثروة من يطلق على نفسه أمير المؤمنين ثلاثة ملايير دولار جمعها من عائدات استثماراته الضخمة في عدة قطعات والمنتشرة داخل وخارج المملكة ثروة الملك المغربي والتي تضعفت خمس مرات منذ خلافته لوالده الحسن الثاني وحياة البذخ التي تعيشها الأسرة الحاكمة بالمملكة المغربية أسالت الكثير من الحبر في ظل حالة الغليان التي تعيشها المغرب نتيجة ترد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية